من رغم الله ينضم إلينا محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي السيدي في ظل المقاطعة الواسعة لهذا المجلس ولدورته التاسعة والعشرين ما الذي يتوقع؟ أولا هذه المقاطعة هي توجه رسالة سياسية قوية جدا للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير بأن هناك مواقف سياسية للفصائل الفلسطينية يجب الاستماع إليها أولا وبعد ذلك التعامل معها بصرف النظر إن كانت صحيحة أو غير صحيحة أو ملائمة أو غير ملائمة يجب التعامل مع الأصوات السياسية لأطراف أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يشكل تحدي قوي جدا لقيادة السلطة الفلسطينية وإدارة الرئيس محمود عباس للسلطة الفلسطينية على الرغم أن هذه الفصائل متفقة من حيث الأساس على الصيغة العامة لإدارة الرئيس محمود عباس السياسية في مواجهة صفقة العصر وفي مواجهة الموقف الإسرائيلي وهناك أيضا خلافات داخلية فلسطينية هل من الممكن أن تصل هذه الرسالة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي رسالة المقاطعة والمقاطعين لهذا المجلس هل يمكن أن تؤتي أكلها يعني الرسالة وصلت مجرد مقاطعة هذه الفصائل وهي فصائل أساسية ولها مشاركة رئيسية وهي مؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية الجبهة الديمقراطية هي التي شاركت في صياغة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير البرنامج المرحل لمنظمة التحرير برنامج التسوية السياسية الجبهة الديمقراطية كانت صاغت بصورة أساسية ومشاركة رئيسية في هذا البرنامج وبالتالي عندما لا تحضر اليوم هذا الاجتماع هي توجه رسالة بأنها شريك أساسي في هذه المنظمة ويجب الاستماع إلى مواقفها فيما يتعلق بأشكال المواجهة مع إسرائيل وأشكال أيضا حل الخلافات الداخلية بما في ذلك التحدي الكبير المتعلق بخطر انفصال غزة عن المجموعة الفلسطينية طيب هل من الممكن أن يكون أي قرارات سوف تعالج هذه القضايا العالقة والقضايا التي لم تعالج في المجالس السابقة والتي من أجلها قاطعت هذه المكونات المجلس يعني هذا أمل بالنسبة لهذه الفصائل هذا أمل أن يستمع الرئيس محمود عباس أكثر إلى هذه الرسائل وأن يتعامل معها باعتبارها رسائل تصدر من منظمة التحرير الفلسطينية وليست من فصائل تختلق مشكلات لمنظمة التحرير تريد هذه الفصائل للمنظمة أن تكون ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني أن تدير المنظمة كل الخلافات الداخلية الفلسطينية أن تتعامل بصورة جدية أكبر وبصورة فاعلة أكثر مع التحديات السياسية الخارجية والتحديات الفلسطينية الداخلية وخصوصا المصالحة والتهدئة وما قد يترتب على ترتيبات الإقليمية والسياسية في قطاع غزة بعد التهدئة محمد هواش الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر